دكتور مصطفى الفئي أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا وسهلا دكتور مصطفى حضرتك دايما موجود على الساحة موجود بكتاباتك، بأراءك، بطبعا مقالاتك، بزهورك التليفزيوني والإزاعي إلى آخره النهاردة الحياة وإحنا بنفكر في هذه الحلقة كنا بنقول إيه السؤال الأساسي للدكتور مصطفى الفئي فاخترنا هذا السؤال ما لم يقوله أو يكتبه الدكتور مصطفى الفئي من قبل الكثير على فكرة يعني عشان أكون بقى قررت أن أكون معاك بحكم زمالتنا الدراسية وعلاقتنا الطويلة واحترام مليكي أن أنا أكون صادق وأقول كل جديد يعني أنا لم أكن كل ما لدي وأنا شخص لديه في داخله وفي أعماقه أشياء كثيرة ولكنني أتعامل مع الناس بمظهر معين هو جزء مني ولكنه لازل لا يمس الآخرين يعني بقى قاعد مع واحد وعارف كل خباياه وخطاياه وأخطاوه وأتعامل معه بكل التقدير والاحترام والعادية فدي الحقيقة ريحتني كثير جدا عملت بيني وبين الناس برفع لأن طاقة الكراهية مزعجة وأنا ما يحبش أكون في حالة بغضاء مع شخص معين وبقى أرى أحيانا حتى لو حد أحسنه بكرهني وأي حد يقدر يحس أن حد بكرهه ويحبه بقى أهاجبه بالحب والود وغالبا ما انتصرت وتحولت العلاقة إلى علاقة طبيعية فدي أحد مفاتيح أسرار حياتي التي لم أبوح بها من قبل أنه أنا أستطيع دائما أن أتعامل مع الناس على النحو الذي يرضيهم وبالطريقة التي تليق بهم ثانيا عندي قيمة معينة قيمة قوية جدا في حياتي هي قيمة العدل أنني أرى حتى مع نفسي أنني هنا ظلمت الآخر هنا لم أكن عادلا هنا أخذت ما لا أستحق هنا لم أأخذ ما أستحق يعني عندي وضوح في الرؤية كامل ما مش 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 في عايش في حياتي برضي يعني تلك ميزة لكن هي متعبة متعبة طبعا تخليك تبقى فاهم ما لا يدركه الآخرون ويمكن واحد يبصي لك على أنك رجل سازق وأنت تعلم ما لا يعلم هو ولكنك تتحمل فدي من أحد الصفات الكامنة في داخلي وذلك حتى لما كتبت مذكراتي لم أقدم فيها أكثر من 70% من الحقائق فقط أطول لأنه في أشياء ليست ملكة أولا أشياء تتصل بالأمن القومي والمصدح العليا للبلاد أشياء تتحصل بأسرار الذين أتمنوني عليها أشياء تتصل بطبيعة عمل الذي كنت أعمله فقاومت يعني بعضها كان مغري جدا ولم تكتب وكان يحدث فرخاعات ضخمة ولكنها ليست مكتوبة طيب